اشتركوا في القناة 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 قشرة رقيقة وليمونية كما تشاهدون ونقسمها لكي نرى ما يمررنا الكيكا ونقسمها حتى نساري كل المضانيات التي لدي ونزيدها المقادر إذا وصلت إلى الفيديو حتى الآن نتمنى تكوني مشتركة عندي وإذا لم تكن مشتركة عندي نتمنى تفعل الجرس لكي يوصلك كل ما هو جديد ونقسمها ثلاثة البيضات التي يكونون في حرارة المطبخ ونقسمها من تلاجة ونزيدها كاس لاروب سكر خشين ونزيدها كاس لاروب زيت نباتي ونزيدها من بعد مدرة المقادر كاملين ونقسمها تقليل خمارات ونذيدها حتى نستيقظها لخلط ونصد عليها ونطحن كل شيء ونسار جيدا لتجانس مع بعض الأرض ونبقى لتشاهد متشارة للمنظارين ونحن نسار جيدا لتجانس مع بعض الأرض ونجلب صفاية ونصف الخليط وفي هذا المرحلة كنسي الدقيق بتدريج وكما سبقت لكم يعني الدقيق كبقى لكم على حسب البيض اللي كاين عندكم وعلى حسب الكمية ديال العاصر اللي خرجت في المنظارين انا اخذت لي جوش كسان ديال الدقيق كمدهنا يندير الدفع الليولة ديال الدقيق ونخلط حتى كنعرف القوام ديال الخليط المناسب كنضيف عليهم جوش خمارات من فئة 14 قرام انتوما الي كان عندكم 16 قرام را مشي مشكل مزيانة وهذا كنزيد الدقيق كنزيد الدقيق لا تريد ان نصر عليكم الفيديو هنا لكي تعرفوا القوام المناسب للكيكا كنزيد الدقيق كنزيد الدقيق كنزيد الدقيق كنزيد الدقيق كنزيد الدقيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرانك يجب ان نحصل على صفحة ونقوم بفرد من الجواني انا لم اعرف ماذا قال لي عقل المقاندي لكم حركات زمن هذه هي كيكا و هذه الحركات يدلون اني فرحانة بكيكتي صراحة انا ديما كنكون مزروبة كنا نحيدها و هي سخونة اذا كنتوا خايفين تقسم لكم ولا شي حاجة اخليوا صراحة حتى تبرد اعاد حيدوها من المول ديالها و طبعا تزيين كي يبقى اختياري يعني كتديروا اللي عندكم اللي موجود انا هنا كن عندي واحد المربة ديال المشمش ديال الحلويات هو اللي درت وفوق منها كتقدروا تديروا نابلاج اي حاجة و ترسمها كوكا و مهرمج حيث كان عندي الصراحة الكيكة تصحق تجريبة و لا يوجد مكوينات كثيرة و لا يوجد تعقيدات كثيرة و بالنسبة للماندارين تبارك الله موجود تبارك الله و رائحة تواجع و المكوينة التي تجريبت استطاعت بها انا بعدك اتحمقني وهذه وخايا لا يكون لحليب لا ضانون لا تشي حاجة تدريها وعينك مغمضين نتمنى الوصفة تكون نالت اعجابكم ونكون خفيفة ضريفة على قلوبكم وإلى عجباتكم الكيكا وصلوها لأكبر عدد اللايكات باش نعرف عجباتكم وكما تشوفو كيفاش تجيه شيشة وخفيفة بزاف وتنجح معاكم من اول محاولة اللي درتوها ونتمنى تجربوها وصفتو الى تصاور اللي جربتوها وصلنا الى نهاية الفيديو ما سخيتش بيكم كيف ديما واللي مغين نقول لكم تهلوه في ارسكم وتهلوه في صحيحكم وتهلوه في اللي عزاليكم ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله كان بغيكم بستاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة